أن تكون فلسطينياً يعني أن هناك مشروع موت سيكون على موعد معك في أي لحظة ثائر الطيطي 36 عاماً ربما كان ليكون هو الآخر مشروع شهيد لولا مشيئة القدر التي اختطفته من سواعد الموت مرتين متتاليتين رصاصة عام 1990 ما زالت إلى الآن مستقرة في الصدر وأخرى كانت الأشدة أثناء مواجهات دعت إلى نصرة غزة في حربها الأخيرة إلى هنا يأتي دور ثائر ليروي لنا التفاصيل بداية الحادثة كانت كنت أنا رأي على دوامي كان في هب الجماهيرية تضامنا مع غزة منتصف الليل كان منتصف 21-21-2014 أثناء الحرب على غزة تعرضت لإصابة بعيار ناري بالركبة استقرت الرصاصة وكانت هي الرصاصة من نوع دمدن متفجر أزالوا الجزء الأكبر بعملية جراحية في مستشفى الأهلي وتركت وراها شضايا ما بقدر أمشي كويس ما بحرك كويس ما ببمتها كويس شوفت حالي أنا بنهار شوي شوي محدودية في الحركة وعمله كحارس في مدرسة العروب الزراعية يتطلب الكثير من الحركة أسرة مكونة من زوجة وطفلين وراتب بسيط يستنزف كاملا في مصرفات العلاج ساق مصابة تسند ضعفها بالأخرى السليمة فينتقل الألم ليستقر في كل تاهمة ضاغطا على عموده الفقري الهاش عملت جهدي طلعت على الأردن على حساب الشخصي ومنفقاتي الشخصية رحت على سبع أخصائيين بالركبة الأردن طلبوا مني عملية تنظير وتحسين المفصل لأنه في عندي إزاحة بالمفصل لتتريح الركبة بالشكل الصحيح فطلب مني طبيب على التنظير 1400 دينار وعلى إزاحة المفصل وما يشابه بالعلاج وإزالة الإلتساقات طلب مني 6000 دينار أردني بالأردن وكان جميع الأطباء السبعة بيحكوا بهذا الشكل بهذا الإشي أنا طبعا أنا موظف حكومة تابعة للتربية والتعليم بشكل في قسم الحراسة في مدرسة العربة الزراعية يعني الراتب عندي محدود الأساسي 1420 شكل عندي أطفال اثنين وزوجتي بالبيت أياد كثيرة خرجت من بيته الصغير المتلاشي بين أزقة مخيم العروب طرقت عدة أبواب للإغاثة لكن لم تتلقى أي استجابة وبين هذا وذاك يتصاعد أنين الجرح والجراح حتى يصل مواقع التواصل الاجتماعي منددا بالضمير الرسمي الغائب أنا نشدت يعني رفاعة كتاب لمحافظ الخليل أني أتلقى علاج بمستشفى بيت جالة اللي هو الجامعية العربية وفي 15 تقريبا 15-11-2014 وحتى الآن ما تلقيت شي الرد تغيب صورة ثائر وتحضر أمه لتنقل توصيفا لصورة أخرى تروي حكاية ثمانية شبان لم تجمعهم مائدة واحدة منذ عام 2000 واحد مصاب وثلاثة اقتطفت يد الاحتلال زهرة شبابهم في غياه بالأسر دائما قلبي مشغول وفي مأساة دائما في حزن شو يعني بدي يكون قلب الأم يعني ما بالحق واحد يطلع لهركة جاء خاش فراء ما بالحق اثنين يطلع له فنين مسلمين هم مراه أنا بناجد كل المؤسسات الحكومية وحقوق الإنسان وأنهم يقفوا معاه يقدروا يتم العلاج إليه ويوفروا له حق العملية لأنوا طلبوا له على العملية 6000 دينار من أين بدي يجيبهن يعني إلي بأخذ 1400 شكل يعني في الشهر بقدروا فلسطيناء وعندوا عينه ما بقدر فائر الطيطي ليس أول الجرح الفلسطينيين الذين تم ركنهم على عرش الهوامش وهنا يأتي السؤال المؤسسات الرسمية والوطنية ألم يحن الوقت بعد لفتح باب التقدير والرعاية لمن مشى على جرحه متلاشيا ضربة الجلاد ليقاوم أنا بوجه رسالتي يعني لرئيس دولة فلسطين السيد أبو مازين لكل إنسان حر لكل من يحمل مسؤولية مسؤولية الوطن أنهم ينظروا لجميع الجرحة الذين يعانون من آلام وبمعناه بنكبة بأقدامهم وإصابتي هاي بالركبة هي إصابة خطيرة جدا وفي كثير من الشبان يعني أصيبوا بهذه الإصابة أنا بناشد ويقولوا يعني أنهم ينظروا إنا ويطلعوننا وبناشدهم مرة أخرى أنهم ينظروننا بالعلاج وأنا بطالب أني أنا أتعالج زي زي أي مواطن ثاني لتلفزيون وطن دعاء الأطرش الخليل اشتركوا في القناة